بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الموضوع موضوع الصلح والوساطة المقدمة تشير إلى مسألة مهمة جدا أن النزاعات التي يفرزها واقع اليوم لا مثيل لها عبر قرون خلت الراسد لحركة الإنسان في هذه الحياة يلاحظ على وجه القطع واليقين أن النزاعات المطروحة الآن في هذا الزمان لا مثيل لها بعد الاستقراء الدقيق على مدى عشر قرون تأكد لقطعا بأن هذه النزاعات لا نظر لها أمر الثاني اتجه الفكر العالمي اليوم إلى التحكيم إلى الوساطة إلى الصلح وهذا أمر قائم لما؟ لأن المتنازعين يعلمون علم اليقين بأنهم إذا لجأوا إلى المحاكم ودخلوا في أروقة القضاء سيتأخرون كثيرا في إيجاد الحلول الناجعة لمشكلاتهم ونزاعاتهم بحكم طول الإجراءات القانونية التي تتطلب جملة من المسائل التي لابد أن تراعى من ناحية الموضوعية من ناحية الشكلية كل ذلك يؤدي إلى تضييع الأوقات والإنسان المعاصر لا يريد تضييع الوقت وإن كان أحياناً هو الذي يسبب في تضييع الوقت الشركات العملاقة على وجه الخصوص الشركات الكونية تسمى أيضاً بالشركات الكونية عندها نزاعات لعلي أستشهد ببعض النزاعات التي وقعت بين الشركات الكبرى والشركات الجزائرية مثلاً ربما في المناقشة سأذكر بعضاً من الأمثلات وأذكر أنموذجاً مؤخراً عرضت قضية لشركة كونية كبيرة جداً في خلاف في نزاع مع شركات جزائرية هذا النزاع هذا الملف إذا كان في أروقة القضاء يستغرق وقتاً طويلاً والوقت حينما يضيع في الإجراءات المتعلقة بالمحاكم الشركة لا تريد أن تضيع وقتها لأن ذلك الوقت الضائع هو الذي يؤدي إلى إفلاس الشركة يؤدي إلى مشكلات أخرى يعني تنتج بسبب هذا النزاع لذلك تلجأ هذه الشركة إلى التحكيم مباشرةً طبقاً للقانون الجزائري رقم 08-09 المادة 1039 إلى غاية المادة 1061 من القانون المذكور إذن الاتجاه العالمي الآن يسير نحو الصلح والوساطة والتحكيم ندوى توكيو المؤتمرات العالمية التي تعقد تحت رعاية الأمم المتحدة والاتفاقات الدولية الثنائية والعالمية وبعضها انضمت إليها الجزائر والبعض الآخر صادقت عليها الجزائر ومصادقة الجزائر على الاتفاقات الدولية هذا يرفع من مقام هذه المعاهدة الدولية المصادقة عليها طبقاً للمادة 154 من الدستور الجزائري حيث أن هذه المعاهدات تسمو على القانون والمراد بذلك أن القاضي الوطني ملزم بتطبيق مقتضى المعاهدة الدولية المصادقة عليها طبقاً للوثيقة الأولى في مبدأ الشرعية بالجزائر الدستور المادة 154 إذن هذا هو الاتجاه العالمي يسير نحو الصلح والوسطة والتحكيم وكأن الفكر العالمي يترجم معنى قوله تعالى في صورة النساء الآية 128 والصلح خير ترجمة نانسي قنقر